بسم الله الرحمن الرحيم يعني من تحت الفوق يعني من الناس كده وبعدين وصل لصورة مريم يعني يعتبر نصف القرآن ربنا باري طيب أفضل طريقة المراجعة أنا كنت ذكرتها في طريقة الأصول العشرة في حفظ القرآن الكريم ويأحدث طريقة بفضل الله تبارك وتعالى المراجعة عندنا فيه ثلاث حاجات في المراجعة فيه عندنا ماضي قريب وفيه ماضي بعيد وفيه وردة لاو ماضي قريب يعني الآخر حاجة تم حفظها بيراجع كل يوم عشر صفحات بمعنى مثلا أنا الآن في صفحة رقم احداشر بسمع من أول صفحة رقم واحد لصفحة رقم عشر في غدا أنا في صفحة رقم اثنى عشر يبقى بجيب من صفحة رقم اثنين لحد صفحة رقم احداشر وهكذا يبقى دا الماضي القريب اللي هو بيثبت المحفوظ بتاعي للحفظ الجديد لسه طيب ويقرأ طبعا كل صفحة عشر مرات قبل ما يسمى حتى ولا كان حفظها كويس طيب الماضي البعيد اللي أنا سبته بقى مثلا وليكن من صورة طاها الآن دلوقتي بعد مريم في الترتيب صورة طاها الى صورة الناس كل يوم تسميع حزب ويقرأ الحزب دا عشر مرات او كل صفحة عشر مرات قبل ان يسمع على المعلم يبقى دا مراجعة الماضي القريب والماضي البعيد فيه عندنا بقى رقم ثلاثة في المراجعة ورد التلاو ورد التلاو دا لا يهمل خاصة مع اللي وصل لصورة مريم كده يبقى كل يوم كراءة جزئين من المصحف يقرأ اللي هو حفظه واللي هو مش حفظه يسمعه يبقى ايه سماعا مثلا من مصحف التلاو بالحضرة او الكلام دا يبقى دي افضل طريقة في المراجعة بفضل الله تبارك وتعالى عن تجربة وانسأل الله تبارك وتعالى ان يثبت القرآن في قلوبنا ومن لديه اي سؤال يرسل السؤال ان شاء الله تبارك وتعالى كما بيّنت في طريقة عرض السؤال ان شاء الله تبارك وتعالى وينتظر حتى تأتيه الاجابة ويصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة